لماذا نعشق الخرافات لماذا نعتقد أن هناك أناس يتداولون هذه الخرافات ويصدقونها ويؤمنون بها لماذا نظن بأننا عندما نتحدث نتحدث فيما يسمى الحقيقة وهي العبارة الأدق لكلمة خرافة بكل معانيها لا توجد حقيقة إنما توجد خرافات تدعي الحقيقة وأيضا هناك خرافات قديمة وخرافات حديثة معاصرة أي بمعنى هناك خرافات آمنة بها الناس قديما وجسدتها عشرات الأديان والمذاهب والمؤتقدات وهناك خرافات حديثة ومعاصرة ما زالت موجودة ونظن بأنها خرافات تمثل الحقيقة الكاملة ومن بينها خرافات العلم والفيزياء والكيمياء والطب وما إلى ذلك كل ما تعبر عنه العلوم الحديثة والأفكار الفلسفية المعاصرة تكونوا معي أصدقائي مع هذا النقاش السريع حول هذا الموضوع الذي يعتبره موضوعا مهما جدا تكونوا معي في بوست نشره أحد أصدقائي العزاء وهو فراس منصور قال فيه بأن العقل الخرافي لا يمكن أن يرى عوجة رقبته أو وجاجة رقبته فقلت أن هذا العقل لا يمكن أن يرى وجاجة رقبته لأنه ولسبب أساسي أنه العقل الخرافي هو وجد أصلا لكي لا يرى عوجة رقبته معنى أن الخرافة وجدت لكي تتخلص من فكرة العقل والذي يبحث دائما عن الحقيقة الخرافة وجدت لكي لا نبحث عن الحقيقة لكي نعالج مسألة الحقيقة ونتخلص منها وكان هذا هو الحل الأسلم عبر التاريخ الذي أثبت نجاحه دائما بأن هذا كان الحل الأسلم الذي يجعلنا نعيش في جو الخرافة وبالتالي يسمح لنا بأن نبقى على قيد الحياة ونتواصل ونتكاثر وهذا ما نجحت به جميع الكائنات في هذا المسعة والذي أكده أن معظم الكائنات دائما تتطور نحو المزيد من الخرافة وكل ما وجدت جانب أو طريقة خرافية ما نافعة أو ناجحة لتكاثرها ولبقاها على قيد الحياة كانت أكثر قدرة على التواصل وعليه فإن وجود الخرافات وأشقنا للخرافات التي طبعا تمثلها الأديان والجميع المذاهب والأفكار ويدعو لها الرجال الدين والسياسين ومعظم القادة المسيطرين على المجتمع دائما تجد لديهم بروباقاندا ودغمائية ومحاولات لنشر الأفكار التي لا يوجد لديها عليها أي دليل منطقي أو عقلي رصين على الأقل فبالتالي إحنا ماذا نكتشف؟ نكتشف بأن معظم الأسئلة التي نطرحها دائما تنطلق من مفاهيم أساسية المعنى عندما نقول بأن العقل الخرافي لا يرى وجاج رقبته ولا يشعر بأنه يتحدث ويؤمن بقضايا غير منطقية أو غير عقلانية ولا وجود لأدل عليها لكن بالحقيقة هو أن العقل الخرافي ونفسه وجد لهذا السبب ولهذا السبب كما قلت تطور قلت بأنه عندما نتحدث الآن فيما بيننا أو بين أي معامل البشر أو بين عيني الأثنين دائما لا يمكن لنا أن نتحدث إلا انطلاقا من مفاهيم أساسية من خلال هذه المفاهيم الأساسية ممكن أن يدور أي حديث بيننا أي أننا المفاهيم التي هي الكلمات هي أشبه ببناء نبنيه معا أنا وأنت لكي نستطيع بعد ذلك أن يشكل أدنا بنيان من الأفكار والرؤى التي قد نختلف فيما بيننا بعد ذلك على نتائجها أو قد نتقاتل يعني نختلف أو نتفق أو نتقاتل وهذا معظم الحروب التي حدثت عبر التاريخ وما زالت والصراعات بين البشر هي قائمة على هذا الأساس نحن نؤسس مفاهيم وكلمات أساسية ومن خلالها نبني علاقاتنا سواء علاقاتنا الصدامية أو علاقاتنا التوافقية وهنا تبرز دائما المشكلة البشرية التي لا نريد أن نعترف بها جميعا على درجة واحدة وهي أننا دائما على خطأ وهذا الأمر ليس مسألة خاصة بي أو بك لأننا نحن جميعا ودون استثناء على خطأ مستمر ونواصل الحياة داخل هذا الخطأ بل ونؤمن بوجوده واستمراره ونحارب كل من يحاول أن يكشف الحقيقة ومن بينها دائما تتكرر دائما ظاهرة الناس المفكرين المثقفين الذين يعترضون على الواقع وعلى الأفكار السادة في الواقع وعلى الجهات الخرافية المهيمة على الواقع عبر التاريخ دائما نجد صوتهم خافتا وأيضا يتعرضون إلى العنف ويعني كل ما يجعلهم غير مؤثرين داخل مجتمعهم الذي ولدوا فيه ويطمحون إلى تطويره بالتالي هذا يفسر لماذا هي الخرافة تنجح في الاستمرار طبعا هناك تفسيرات كثيرة علماء الاجتماع وما إلى ذلك لكن بالحقيقة هي هذه كلها محاولة لتبرير وجود الخرافة أو محاولة باعتبار أن هذه الخرافة هي شيء خطأ يرتكبه الإنسان ويجب معالجته بالعلم والوعي والحقيقة ليست كذلك الحقيقة أن الخرافة هي حاجة أساسية للإنسان لا يمكن للإنسان أن يعيش دون وجود خرافة يعيش على أساسها هو نفس العالم الذي العالم معنى الحديث أو الشخص المتخصص أو الأكاديم المتخصص الآن هو يعتبر بأنه هو محارب الخرافة لكنه بالحقيقة هو أيضا ينطوي على خرافة يؤمن بها مثلما يؤمن صاحب الخرافة القديمة بهذه الخرافة التي هو يصدقها يعني الخلاف بين العلم والدين مثلا المعاصر المعاصرين أو من يؤمن بكل منهما هو بالحقيقة صراع بين خرافتين وقد يأترض البعض كثيرون لكن هل يصح هذا الكلام يا أخي؟ لا يصح العلم ليس خرافة لا العلم أيضا خرافة وعندما نتأمل بعمق في موضوع نعرف بينها خرافة وسأوضح الفرق لاحقا بين هذه الخرافة والخرافة القديمة والخرافة الحديثة المعاصرة هنا أشير إلى ملاحظة مهمة وهي أننا دائما عندما قلت أن هناك مفاهيم نتحاور فيما بيننا عليها وهي هذه المفاهيم التي نؤسس عليها كل حوار فيما بيننا أو نؤسس عليها كل خلاف وجدل فيما بيننا هذا يخلينا دائما نعتبر أن منطلقاتنا جميعا هي غير قابلة للنقاش ولا حتى التفكير بل أننا لا نراها وهذا خطأ قاتل هو اللي يجعلنا نتخلف باستمرار إلى ما لا نهاية وإلى حد يجعلنا نعجز عن اكتشاف حتى الأمر يعني لا نسأل أنفسنا ما معنى الدين ما هو الدين لم نتفق جميعا على المعنى المفاهيم الأساسية التي تهيمن علىها ما معنى الأمة ما معنى الشعب ما معنى النبي ما معنى الوحي ما معنى الدين ما معنى القرآن ما معنى الإسلام ما معنى الدستور ما معنى الفقه هذا وما معنى الإسلام ولا يوجد أي تعريف واحد لها جميعا علينا أن نعترف بهذا لكننا نعرف صعوبة الموضوع لكننا نحاول أن لا يعني النقاش في هذه القضايا سيدمر نمط العلاقات أو سيدمر الخرافة الكلية التي تغلفنا جميعا وهذا أمر عظيم وجلل ليس ليس هناك أحد مستعد للمغامرة في هذا التجاهل إلا ما ندر ربما أنا واحد من أتهم وأيضا واحد منهم الذي أيضا لديه خرافته الخاصة لكنه يدعى بأن هذا الخرافة ستقودنا إلى الصراط المستقيم وبالحقيقة ولا يوجد صراط ولا يوجد مستقيم لأننا نعيش أصلا في كون وعالم لا علاقة له بالصراطات جميعا لأنه في عالم كل منحنيات الجاذبية وما إلى ذلك لا يوجد شيء اسم صراط ومستقيم بحكم الطبيعة والآن نعود لصلب الموضوع وهو العقل مفهوم العقل الخرافة أولا العبارة تتكون من كلمتين عقل وخرافة وهذا كلاهما مفهومان حديثان لكن خلينا نعتبر نتناول موضوع الخرافة في البدء كما نعرف دائما كانت هناك خرافة الإنسان لم يوجد ولم يخترع الأشياء ولم يتطور إلا وفقا للخرافات التي قادته وجعلته يتطور مع الوقت أي أن الخرافة كانت هي الدافع الرئيسي والأكبر الذي سمح بتطور الإنسان ووصوله إلى ما هو عليه حاليا أما العقل فأمره حديث نسبيا أو حديث يعني من فكرة العقل حديثة بالقياسة لتاريخ الإنسان أو تاريخ التدوين أو تاريخ الحضارات أو تاريخ معنى التاريخ الذي يبتدع عادة باكتشاف الكتابة فهذا العقل أمره حديث وهو ما زال معاصر طبعا بالمناسبة حتى الآن وهذا العقل هو بحذاته أيضا ما زال يعني ليس أمرا محسوما كما يظن كثيرون لا بالعكس حتى الرجال الدين بالمناسبة والدين يعتقد أنه العقل هو مسألة محسومة وهذا خطأ كبير العقل لأمره غير محسوم وما زال يواجه إشكالات كثيرة جدا والعلم بحذاته هو أتراض يعني ظهور العلم هو أتراض على فكرة العقل نفسها أو مفهوم العقل يعني الفلسفي والمعرفي وما على ذلك فمن جانب الفكري لكن كل ما يجري هو محاولة لتثبت من شيء اسم العقل ومعرفة أبعاده المختلفة والخلاصة التي أقولها أيضا من خلال هذا المفتتح أقول بأنه كل ما هو علمي أو كل ما نؤمن بأنه علمي هو ليس أكثر من خرافة خرافة نصدق بها نحن الأناس المعاصرون الذين نقف إلى جانب التفكير العلمي المنطقي العقلاني القائم على التجربة والاستدلال المنطقي وأيضا وعلى الاختبارات الحقيقية وليس الفرضيات الذهنية الفرق بيننا بين الخرافة التي نصدقها نحن وبين من سبقنا من المؤمنين بالخرافات أننا نعلم بأن ما نؤمن به هو خرافة هذا الفرق الكبير بين المرحلتين يعني يعني الآن مثلا عندما ندعي بأنه هناك عقل بأنه هناك علم وأنه هناك حقائق فيزائية يجب أن نؤمن بها وأنه هناك آخرون من مؤمنين بالخرافات القديمة يعترضون ويحاولون الحفاظ على مكاسبهم وخرافاتهم من التشكيك أو الازدراء فبالحقيقة نحن أيضا مؤمنون بالخرافات لكن وبدليل مثلا الآن يعني كما أثبتت المكتشفات الألمية المعاصرة خاصة يعني منذ بداية يعني منذ مئة عام حتى يومنا هذا دائما نكتشف بدأنا نشكك بمعنى المادة الماتيريال شو ما هو الماتيريال ما هو العقل وهل ثم هل نحن أحرار هل لدينا حرية إرادة أم أننا نحن مقيدون بقانون الجسد لديه قوانين ولديه دوافع وغرائز وعالم سفلي ولوائي ضخم وبعيد يعني الأغوار ولا يمكن لأحد أن يكتشفه حتى الآن بالعكس الآن نعتقد أنه الجانب الخرافي الذي بدأنا نكتشفه جانب كبير جدا داخل الإنسان وليس في مؤتقدات الإنسان أي المعنى أنه ما ورثناه من خرافات وأساطير وقصص ومؤتقدات وأديان ومذاهب هذه كلها هي خرافات بالكامل ليس فيها أي شيء له علاقة بالحقيقة له علاقة بالتاريخ له علاقة بالتجربة الإنسانية له علاقة بالإيمان لكن ليس له علاقة بالحقائق إنما له علاقة بالطبيعة وكيف دفعتنا في طرقها الوعرة دائما بالنتيجة نحن بدأنا نفخر يعني طبعا نفخر بأننا اطلعنا على العالم المعاصر ولكن بالحقيقة نحن الآن مساحة الخرافة مساحة الأشياء التي نعتقد كنا نعتقد بأنها حقيقية أصباتت أكبر بكثير من كل فترات فترة سابقة الآن لا كل شيء مضادع يعني عندما من يتابع أنه المكتشفات العلمية الأخيرة خاصة بالسنوات السنتين أو ثلاثة الأخيرة اكتشفوا أشياء غريبة عجيبة بالقضاء المسائل الكام والكومومية والمكتشفات يعني الآن العلوم الفيزياء التشابك الكمي مثلا الآن مسألة صعب الذهن البشري يستوعبها لا يمكن الذهن البشري يستوعب ما يحدث في الكون أو حقيقة الكون وحقيقة المادة والبارتكل يعني الأسام يعني المايكرو سكوبك يعني العالم الأصغر الذي ما دون الذرة وما دون النوات لا توجد لدينا أي آلية حتى عقلية لفهم ما يجري في هذا العالم يعني كيف لنا نفهم أنه وجود فوتون في طرف الكون يعرف بما يحدث بفوتون في طرف الكون الآخر وهذه تجربة أثبتت علميا يعني ليست مسألة فرضيات أو شكوك فبالتالي هذه مسألة مسألة يعني معناها هناك أشكال داخلنا هناك معناها نحن ككائنات نعي أو نطوف أو نغرق في بحر من الخرافات والضنون والتصورات التي ليس لها علاقة بحقيقة ما نحن فيه نحن غارقون في بحر الكون أو محيطات الكون أو سديم الكون يعني أي كلمة صغيرة بالنسبة لحقيقة ما نحن فيه لكن كل ما نحن عليه يوصلنا إلى نتيجة نهائية وهي أننا لا نستطيع أن نعوم في بحر أو في محيطات أو مجرات هذا الكون إلا بفضل وجود الخرافة وهذا الخرافة يبدو هي حاجة أساسية لدينا كل ما في الأمر أن الخرافة القديمة أصبحت مفضوحة ولم تعد تنفعنا وعلينا البحث عن خرافات جديدة بشكل مستمر إلا نستطيع من خلالها التثبيت أنفسنا ضمن حالة محددة وننطلق من خلالها نحو المستقبل وهذا أنا عندي مفهوم التثبيت أنه الإنسان كأي كان حي بحاجة إلى أن يثبت حالة أو يضع مدماك لكي يكون لديه موضع داخل هذا الكون بدون هذا الموضع سوف لن تكون لدينا أي قدرة على القياس وعلى تأسيس مرجعيات ما لدينا أي إنسان لابد أن تكون لديه مرجعي ما الدين أو الإيمان بالدين معين الإيمان بقضية معينة الإيمان بالألم إيمان بالذات إيمان وأتحدث بعد ذلك عن لماذا الشاغ الخرافات القديمة سيفرحون بما سأقول وسينزعج من يؤمن بالخرافات المعاصرة ومنها العلمية خاصة ورح أوضح نتيجتين مهمتين في خلاصة هذا الفيديو أهلا بكم أصدقائي مرة أخرى كما قلت هنا سأصل إلى نتيجتين مهمتين وسأوضح أيضا بعد ذلك تعليقي على مقولة تشهرت هذا اليوم للمفكر والصديق أحمد عصيد حول حول فقر العلمانيين وموتهم دون أن يتركوا أي أثر مادي أو يعني أي مكتسفات مادي بينما يموت الرجال الدين ورجال الخرافات ولديهم المليارات فيوضح الفرق بين الاثنين رغم وأن الأول يتهم بأنه مادي ويبحث عن المادة يعارض الدين والمؤتقدات لأجل أن ينشر الحلال الجنسي والأخلاقي وأيضا للانتفاء ماديا وفي الحقيقة هو الذي يموت جوعا أو يموت بطريقة فقيرا ومدقعا وليس لديه من حال ومال الدنيا شيء بينما يموت رجل الدين أمثلة أمثلة لا تحصى آخرهم القرضاوي يموت وأولاده يدرسون في أحدث الجامعات الغربية ويتعالجون بأفضل العلاجات ولديهم المليارات طبعا هذا هو البوست وفيه إهداء لروح سيد القمني ونوال السعداوي تقريبا الآن ستحل ذكرهما الأولى بناء على هذا الكلام أربط هذه الحادثة العرضية وهي متكررة بكثرة مع قولي بأن هناك أن العقل الخرافي هو حاجة ضرورية وجود شخصيات عظيمة مثل السيد القمني اللي ناضل كثيرا من أجل ما أعتقد أنه هي الحقيقة وأيضا الكاتب العملاقة نوال السعداوي التي أخلصت لرسالتها ودعوتها للناس إلى اليقظة والوعي وعدم التصديق بالخرافات الموروثة هذا الأمر هو أيضا نفس الحلقة التي أتحدث عنه وين الخرافات مثل الأساسية وأن من يحاول أن يواجه هذه الخرافات سيكون سيعاني كثيرا وبدليل هذا الذي تحدثت عنه والذي هو في الوقت نفسه دائما هذا كلام يعني يثيرني ويثير كثيرين ويعني يشعر الناس الكثير من أن بالأسى ولكن قل ما بل يندر أن نسأل أنفسنا لماذا الخرافة القديمة تنتصر ويفضلها جميع بدلا من الخرافات المعا بدلا من أن يكتشفوا أنها خرافات هذا السؤال هو المهم الأساسي الذي يجب أن نبحثه ونفكر فيه أن تكشف أبعاد الخرافة القديمة وتقول هذه خرافة والآن كثيرين بالآلاف الآن يقول لك أن الرسول فعل كذا والقرآن فيها خطاء والرسالة وهنا يشكك بالمسيح وهناك من يشكك بالدين لكن كل هذا لم تنفع فلابد أن نسأل أنفسنا السؤال الأساسي لماذا لم تنفع لماذا هذا العقل الخرافي شديد وقوي وهذا السؤال الذي أنا أحاول أن أجيب عليه أو أحاول أن أنبه إلى ضرورة أن نفهم ما يجري بطريقة من زاوية أو من مشة نظر مختلفة عن ما تعودنا عليه من هذا الكلام أنا أوصل إلى حقيقة أنه أن من يفرح بأنني أنا قد حتى أوضح شوية طريقة أوضح لأننا نتحدث بشكل مباشر أقول أن هناك بعض الأشاق الخرافات القديمة وهما الأغلبية وخاصة المؤمنين بالآلهة والعفاريت والجين والشياطين وما شابه هؤلاء عليهم أن لا يفرحوا بقولي هذا ولا أن يستاء أيضا من 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 أنصار العلمانية والأفكار العلمانية والتحررية التي تفضح الخرافات القديمة وتدعو الناس إلى أن يكونوا يخرجوا من عالم الأفكار القديمة ويتبعون منهج العلمي في التفكير هذا وأنا من أنصار هؤلاء طبعا بالتأكيد لكنني أنا من النوع الذي يحاول أن يقول تعالوا نفهم ما يجري فأقول أن هناك فرق بين خرافة تصنع إنسان وإنسان يصنع خرافة وهذا الإنسان يصنع خرافة ويثبت أنها خرافة أكرر القول هناك فرق بين خرافة تصنع إنسانا وإنسان يصنع خرافة ويثبت أنها خرافة بمعنى أن الإنسان الذي نعيش بين الذي وصل إلينا حتى هذه اللحظة وأنا من بينهم طبعا هذا الإنسان صنعته الخرافات التي ورثها نحن لم نولد وننشأ ونتطور ونفكر إلا بفعل خرافات صدقها أجدادنا نحن بالتالي نتاج جميع الخرافات التي أدت إلى استمرار الجنس البشري بالتالي نحن ليسنا حشد من مليارات الخلايا فقط بل نحن حشد من مليارات الأفكار والرؤى الخرافية كلها قاطبة ليس فيها فكرة واحدة ليست خرافية أو قائمة على أساس خرافي بالتالي الفرق بينما مضى إنسان قديم إنسان المعاصر الذي حقق كل هذه المنجزات وليس الإنسان الذي ما زال يحقق الخرافات هذا الإنسان المعاصر بدأ يصنع الخرافة ويثبت أنها خرافة هذا الفرق بين الإنسان المعاصر والإنسان الحديث جدا وليس الحديث لأنه من تثميت سنة يقال الحداثة لأنه نقصد المعاصر أو الراهن الإنسان في الوقت الراهن هو الذي يصنع الخرافة ولكنه يعلم أنها خرافة بل يثبت أنها خرافة ودائما يحاول أن يجلي هذا الحجاب الحقيقي الذي دائما يخدع الناس ويصنع لهم الخرافات ويصدقونها ويقولون هذه هي الحقيقة لا توجد حقيقة الحقيقة دائما مسألة أسطورية وعندما أقولها ما تحضرني نيسة عن هذا الموضوع بالتالي الفرق بين الإنسان القديم والإنسان المعاصر هو إنسان الأديان وإنسان الحضارات والعلوم والإنسان الحقيقي هذا الفرق بينه هناك ذلك إنسان صنعته الخرافات والفرق أنه الإنسان هذا هو الذي يصنع الذي يخرج من رحم الخرافات التي ولدته وجعلته إنسانا ويحاول أن يصنع خرافاته الخاصة ويثبت بأنها خرافة لكي لا تنطلي عليه ويؤمن بها هو الآخر الدين الموروث والعقائد الموروثة بالنتيجة كلها خاطبة نتاج خرافات وتصورات لم يكن للإنسان خيار آخر غيرها لا بد أن نفهم هذه المسألة إنسان لم يكن مخيرا في أن يختار بين الخرافة والحقيقة لم يحظى إنسان واحد في التاريخ وحتى لحظة هذه اللحظة بين أن يختار بين الخرافة والحقيقة لأن الحقيقة غير موجودة أصلا هو عليه أن يختار بين خرافة وأخرى لا يوجد خيار ثالث وهذا الخيارين دائما هو المسألة التي ستستمر حتى آخر لحظة في حياة أي إنسان يعني لو وجد خيار آخر لو وجدناه يعني لو كان هناك خيار فغيارات واحد يدلين عليه كان وجدناه كان استمر حتى هذه اللحظة جميع الخيارات الأخرى عدا هذين الخيارين هو انقرضت وبالنتيجة أقول إنه انقرض لا يتعلق بالضرورة بالكائنات الحية بل أيضا بالأفكار والخيارات المصيرية هناك كما يقال تسعين بمئة من الكائنات التي ظهرت على الأرض انقرضت ولم يعد لها وجود لكن أنا أقول أيضا هناك تسعين من مئة من الأفكار والخيارات التي قررت بها قررها إنسان خاصة انقرضت وما تبقى لدينا الآن هي فقط الخيارات والأفكار والمفاهيم التي نجحت في البقاء وهي التي في النهاية التي ستستمر وهنا أختم وأقول وأصل إلى نتيجتين مهمتين أولا أن عجز المؤمن بالخرافات الدينية أو السهرية عن رؤية ما هو عليه وتحججه أيضا بالعقل والتعقل والبراهين الإلهية وما ذلك والآيات والمؤجزات هذه كلها لا تعبر عن عجز حقيقي إنما تعبر عن عجز اختياري وهذا العجز الذي يختاره المؤمن بالخرافات الدينية خاصة هو عجز اختياري جرى عن سبق إصرار وترصد لا حاجة إذن بناء على هذا لأن نستغرب من شدة تعلق هؤلاء بالخرافات وتصديقهم بوجود الملائكة والشياطين والجن والنار والجحيم والقيامة والمعاد والحساب يجب أن نتفهم موقفهم ونعرف بأنهم ليسوا مخيرين في هذا الأمر ويعني أشبه بشخصك لك أنا هذا البيت الذهني الذي يعيش وأوي فيه وأشعر بالأمان فكيف تريد مني أن أترك هذا البيت وأخرج إلى العراق بدون أي سقف يحميني حتى لو كان سقف خرافي فمعنى الذهني أنا أقصد فالخرافة هي بيت الإنسان مثلما البيت الخارجي هو بيت الإنسان الذي في الطبيعة الخرافة هي بيت الإنسان داخل قفص الذهن أو عالم الذهن البيت المادي في الخارج هو المأوى الأمين الذي يأوي الإنسان في حضن الطبيعة لكن الخرافة هي المأوى الإنسان الذي يحمي الإنسان في حضن ذهنه الذي لا يتوقف لحظة واحدة عن التفكير لا حاجة إذن بالتالي لأن نستغرب من شدة تعليقها ولعب الخرافات والسبب كما قلت بل أن نستغرب من يستغرب من هذا الأمر نحن نستغرب أكثر من ما نبغي أن نشوف أنه الناس عشرات الفيديوهات ويظل سنوات يتحدث عن أنه الدين غلط وأنه كذا طبعا غلط يا أخي تهمنا غلط يعني معروفة وحتى المتدين نفسه يدري بها غلط يعني ليس بالأمر الاكتشاف الخطير لكن هي القضية الأساسية أن نعود أن نفحص بالمفاهيم التي نتحدث بها كما قالت في بداية الفيديو أن المفاهيم التي نتحدث بها بوجود دين صحي ووجود غلط وأرجع لكلمة الأولى ما هو الدين أصلا أنا عندي حلقة خاصة ما هو الدين جزئين الدين هو القطيع نفسه فبالتالي هذا موضوع ضخم ما أريد أن ناقش به السبب هو أنه حتى أختصر أقول السبب هو أن الإنسان مهما فعل لا يمكن له أن يحيى دون وجود خرافات تملأ عليه حياته وتمنحه ما يسمى المعنى هذا المعنى الذي كثير طبعا كلام لغط كثير عن أنه الإنسان بلا معنى والدين يمنح معنى الحقيقة للدين لا يمنح معنى بل يدمر أي معنى يعني هذا الكلام فيه مبالغات وفيه نوع من التبجير والتبرير لوجود الدين هو مصعي المعنى هو معانات يعني معنى أصل الكلمة من المعانات فبالتالي هو الدين لا يمنح معنى هو يعطيك معنى مزيف لكي تعيش عليه والدين يمنحك الخرافة هو هذا الكلام الدقيق لا يمنحك المعنى الدين لا يمنح المعنى إلا ما يمنحه الإنسان الخرافة التي تقيم أوده الذهن وتجعله يشعر بالأمان والأمن ومن أتها اشتقت كلمة الإيمان الأمن والأمان أيمن الخرافات بالتالي هي عصب الحياة بل أن الحياة هي نفسها بكل ما فيها هي خرافة الخرافات ونحن ما نحن إلا عناصر يعني أننا مجموعة حشد من العناصر الطبيعة بيأكملها والكون بيأكملها ونحن نضمنها مجموعة عناصر ما يتجاوز عددها المئة عنصر ويعني هني هاي عناصر الطبيعة بيأكملها هي هاي عناصر الثابتة الأساسية كما يقال ثابتة وحتى هاي الثبات فكرة الثبات التي بدأت من أيام الطبيعيين قبل أرسطو طاليس من طاليس وأنه هناك عناصر أساسية بالطبيعة هي هاي ثابتة لا تتغير ومن أدى ظهرت فكرة الإله الثابت الذي لا يتغير والطبيعة والكون الثابت والقيم الثابتة والحقيقة الثابتة وكل هاي الثوابت وبالنتيجة وصلنا لوجود عناصر ثابتة بالعلم الحديث أيضا خلق هاي الخرافة بذهنة قال إنه هناك عناصر ثابتة هي مئة عنصر واتضح الآن بأنه هاي العناصر أيضا ليست بالثابتة كليا النوة ليست هي أتم يعني لا تنقذ تقبل القسمة عندما دخلنا إلى داخل النوات ودخلنا داخل النيوترونات والبروتونات ولقلنا كواركات وداخل الكواركات أكو سبين وقوة نووية كبرى وصغرى ودخلنا بعد أبعد وطلعت الجسيمات هيك زغيرة قصة طويلة كبيرة وبعد ذلك طلعت الفوتونات والكترونات طلعت ليست بالكترونات هذه كل المادة بأسمالها طلعت يعني لا نعرف ما هي ما الفرق بين المادة بين الجسيم بين الجسيم والموجة فبالتالي هذا كله سواء مشكلة كبيرة واتضح بأنه هي الحياة نفسها كما قلت يعني مجرد هي بحد ذاتها خرافة الخرافات لكننا مجبرون رغم أن فينا على أن نستقتل من أجل البقاء في هذه الحياة وهذه الخرافة المؤلمة الأكبر وعليه فأن الحياة نفسها يعني دمنا نتبحث أنا أسرسل آسف على استرسال لكن هي هاي الفكرة الأساسية حاول أنا أغذيها يعني أشبهها بالأفكار التي حتى يعني حتى توصل بأوضح صورة لجميع بالتالي أقول الحياة نفسها لا يمكن لها أن توجد أن لم يظن كل كائن حي بأن هناك جدوى من من الأكل والشرب وجدوى من أن يكافع من أجل البقاء على قيد ماذا؟ على قيد الحياة والتي هي بحد ذاته خرافة طبعا أيضا كيف تستمر هاي الحياة كما قلت بالأكل والشرب وأيضا التكاثر الجنسي يعني إحنا مرغمون على التكاثر الجنسي حتى يتواصل يتواصل نسنا ويكون لدينا أولاد وأحفاد وجيناتنا يتم تمريرها للأحفاد وأحفاد الأحفاد يعني نصبحنا بعد ذلك كما يقول دوكنس يقول هنا مجرد جسور عبور يعني لا قيمة لها وظيفتها الوحيدة أن تأدي هذه المهمة المهمة التي تمرر بها أجينات نفسها وتتكاثر وتنشطر إلى غاية لا نعرف ما هي فبالتالي هذا إحنا مجرد جسور عبور ونعتبر نفسنا جسور عبور مهمة وبالحقيقة جسور عبور فارغة من المانا أصلا لأنها مجرد إحنا كروموسامات تنتقل ويطلع حيما يلقح بويضة وبعد ذلك أيضا حيما يلقح بويضة أما هذه الأشياء فكلها راح تتحلل وتموت اللي هي إحنا الشيء الثاني قبل هذا أقول أننا مجرد جسور عبور هي أن هذه الجسور نفسها فارغة من المعنى فكيف ندعي وجود معنى أنا طبعا بس أقول شيء قبل السبب الثاني أو النتيجة الثانية أنه أنا كنت من فترة طويلة يعني أتألم وأشوف أشخاص مثلا يموتون أو يغادرون الحياة وهم الزاب لم يتزوجوا ولم يتركوا نسلا يترك أثرا لهم الآن بديت أفتهم بأنها الحقيقة يعني هذا الإحساس هو فكرة فارغة وخدعة انطلت علي من قلال شروط الوجود الإنسان داخل الطبيعة التي تفرض عليك أن دائما تفكر بأن تتناسل وتتكاثر ويجب أن تترك خلفك نسلا يعني بعد أن تغادر تترك خلفك نسلا يحمل اسمك مثلا كما تقول يعني بالثقافة الشعبية وبالحقيقة هذا لا وجوع يعني لا أحد يترك أن الخلفه نسلا بالحقيقة هو يترك كروموسومات أتته من خلف من آبائه وأجداده ويتركها إلى أحفاده وأحفاد أفاده لكنها ليست كروموسومات بالضبط إنما هي راح تختلط مع الأمرأة أخرى وهذه المرأة راح بعد ذلك سير معها أولاد وهي أصلا خليط فبالتالي بالكاد إنته يطلع لك يمكن يعني واحد من المليار كروموسوم قدك جين شوية ربما يفحصون بعد مليون سنة يجدون هذا الجين مال منصور مثلا هذا شوية صغيرة يعني فد شريط من ربع وربع شريط من الكروموسوم يلقون موجود ومن أكون حين أذن يعني فبالتالي إحنا ما راح يبقى لنا أي أثر إلا النزر اليسير وحتى هذا النزر اليسير ربما تحدث تنتهي المنظومة الشمسية بأكملها وننقرض تماما النتيجة الثانية التي أختم بها وهي أن الصراع الحالي هو بين نمطين كل ما يحدث الآن هو الصراع بين نمطين من الخرافات الخرافات لا تريد الانسحاب ورثناها من الماضي هذه الخرافات التي ورثناها من الماضي لا تريد أن تنسحب أمام الخرافات التي ولدها الحاضر الخرافات القديمة تقاتل وتقاوم ولا تريد أن تتراجع ولديها فرصة دائما أن تنجع لكنها لن تستطيع أن تبقى كما هو كما تشاء الكروموسامات أو الطبيعة الخرافات الجديدة كما قلت تعرف الفرق بينها وبين الخرافات القديمة بأنها تعرف بأنها خرافة بل أنها تقول أن خرافتها لابد منها هذا الفرق بينها وبين القديمة أنه يقول أن هذه الخرافة هي الخرافة ضرورية ولا بد منها هذا التطور العظيم الذي توصلت إليه البشرية الطريف أن جميع الخرافات القديمة المعاصرة والحديثة والقديمة كلها تتحدث باسم الحقيقة وطبعا هذه هي كلمة الحقيقة أو مفهوم الحقيقة هو هذا خرافة أخرى بل هو أم الخرافات شكرا جزيلا وآسفة علي طالع وأشوفكم خير مع السلام وأتمنى أسمع عراءكم لأنها طلحت عراء وأتمنى تتقبلها والصدر الرحب ولا أدعي بأنني لن أتراجع عن هذه الآراء ربما بملاحظة منكم أتراجع عنها كل ما شكرا